اللقطات كما تتابعونها معنا الآن وكما تردنا وكانت قبل لحظات هذه من الجسرين كما يبلغني الزملاء الآن وهذه صورة في حد ذاتها أيضاً يمكن أن تكون كافية للدلالة عن طريقة التعاطي الشعبي هؤلاء لا يمكن وصفهم بأي حال من الأحوال على أنهم يتبعون فريقاً أو فصيلاً أو تياراً هؤلاء من كل الفئات العمرية من كل المستويات الثقافية والاجتماعية وربما حتى على مستوى الارتباط بالدين هذه فئات تعبر عن عموم الشعب التونسي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن ترمى بأنها تتبع تياراً أو فصيلاً أو إيدولوجيا وأنها دفعت ربما حتى بدافع المال هذه في كل الولايات التونسية في عواصم الولايات في أغلب أو ربما حتى في كل المدن التونسية كما تابعناها على مداري هذه الساعات منذ قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد سنتابع مع حضراتكم هذه اللقطات التي قد تختلف في عنوينها لأننا نتنقل ما بين ولاية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى من سيدي بوسعيد السياحية إلى سوسة السياحية إلى سيدي بوسيد في الجنوب التي كانت تعيش أيضاً مستوى عالياً من شضف العيش وضيق الحياة كما عرفها التونسيون على مدار العشرية الأخيرة وكذلك في العاصمة تونس في مدينة سوسة كما أشرنا في بنجردان في جفصة التي كان فيها الرئيس قيس سعيد يتحدث عن واقع ما تعيش وهذه الصورة من تونس هذه العاصمة والعاصمة لها دلالة كبيرة للغاية هذه كانت قبل دقائق كما وردتنا من العاصمة التونسية ويقولون دوماً أن العاصمة تحمل دلالة ذات طبيعة خاصة ومختلفة لكن الأمر كما تابعناه صحيح أن الحشود تبدو أكبر في العاصمة تونس بحكم التساع الميادين ربما بحكم الرمزية التاريخية كما يقولون لشارع الحبيب بورجيبة أو شانزيليزي الشرق كما يوصف به ومناطق باب سويقة وغيرها من العاصمة تونس لكن من صفاقس ستكون الصورة حاضرة من سوسة من بنجردان من غيرها من المدن والولايات التونسية المختلفة هذه حشود هادرة لا يمكن وكما يرى الكثيرون بأن ترمى بأنها تتبع فصيلاً أو تياراً هذه كما يقولون هبة شعبية وكأن التونسيين كانوا على انتظار تفعيل الفصل الثمانين من الدستور التونسي كل الأحاديث في تونس على مدار الأسابيع وربما الأشهر الماضية كانت تذهب في هذا الاتجاه متى سيفعل الرئيس قيس سعيد الفصل الثمانين من الدستور وبالمناسبة الرجل كان واضحاً للغاية عندما تحدث عن أن الظروف كانت تقريباً مهيئة لتفعيل هذا الفصل من الدستور التونسي لكنه ربما منح مزيداً من الوقت لعل الأمور تنتهي بتونس إلى مسارات أو مآلات أخرى لكن البعض ممن اتسم بالنفاق والغدر والسطو وهذه هي المفردات أو النعوت التي استعملها الرئيس التونسي قيس سعيد أبى إلا أن يفصل تونس بين فريقين وما كان من الرئيس التونسي إلا أن ذهب بأبصاره وبنظره مباشرة إلى خيارات الشعب لا أن يكون في التيار المقابل الصورة من تونس لا تختلف الصورة منذ أكثر من ثلاث ساعات تقريباً أو يزيد منذ أعلن الرئيس التونسي بيانه الذي جاء في أعقاب اجتماعاً لعدد من القيادات الأمنية والعسكرية ليعلن فيها هذه القرارات التي صيغت فيما بعد ذلك بمرسوم رئاسي صادر عن الرئاسة التونسية يتحدث فيه عن تجميد العمل وتجميد كل صلاحيات مجلس نواب الشعب التونسي مع نزع الحصانة البرلمانية والنيابية عن أعضائه إقالة السيد هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي الذي أصبح بالطبع رئيس حكومة سابق تجميد عمل البرلمان مؤطر بإطار زمني يمتد لي ثلاثين يوماً هذه القرارات الاستثنائية التي أتت استجابة أو بفعل الظروف التي حتمتها الوقائع التي عاشتها تونس على مدار الأيام الأخيرة تزول بزوال أسبابها وإن كان الرئيس التونسي قد أشار مباشرة إلى وجود قرارات أخرى إذا ما تطلبتها الضرورة أو اقتضتها الظروف التي تعيشها تونس المشاهد لا تختلف الصورة من الولايات التونسية المختلفة تبدو واحدة متماثلة تقريباً باختلاف بعض التفاصيل التي ترتبط بالتوزيع الديمغرافية أو بالكثافة السكانية أو بالطبيعة المجتمعية لولاية عن أخرى لكن طيفاً حقيقياً كبيراً واسعاً نشاهده بأعيننا ولا يساق إلينا خبر نتابعه بصورة التي نتابعها الآن لا أعلم ما إذا كانت من العاصمة التونسية من تونس بالفعل ولعلها من شارع الحبيب برجيبة إذا كانت الصورة تريدني كما أراها وكما يسعفني بصري هذا شارع الحبيب برجيبة على الأرجح ذا الدلالة الرمزية والكبيرة الذي منه تتحرك كل التحركات الآتية على المستوى الشعبي من العاصمة تونس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة